اشتركوا في القناة والعنوان وحيد للعثرة على هذه البتاقات هو الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكول قدم الفيفا وبدأ بيع التذاكر منذ يوم أمس على موقع الفيفا والجميع متشوق لمعرفة الأسعار لمباريات كأس العالم في قطر الأسعار تراوح بين 618 دولارا بالنسبة للتذكرة الأغلى و300 دولار للتذكرة الأرخص ثمنا هذا بالنسبة للمباراة الافتتاحية مثل ما نرى هنا أما بالنسبة للدورة النهائية التي سيقام في 18 ديسمبر كانون الأول بملعب لوسيل فوصل ثمن أغلى التذاكر إلى 1607 دولارات أمريكية بزيادة قدرها 46% مقارنة مع 1100 دولار للنهائي نسخة 2018 في روسيا التي فازت بها فرنسا وبلغت قيم التذاكر الفئة الثالثة لحضور المباراة ألف وثلاثة دولارات وتصل تكلفة الفئة الثالثة ويأرخص التذاكر المتاح للمشجعين الدوليين أي غير المقيمين في قطر إلى 604 دولارات أمريكية كما ارتفعت قيم التذاكر النهائي للفئة الرابعة للسكن المحليين والمقيمين في قطر إلى ما يعادل 110 دولارات أمريكية ديما نعم أرقام عالية بالفعل عالية ولكن معقولة بالنسبة لحجم الحدثة صحيح وكانت ربما التوقعات بأن تكون أكثر قبل أشهر تذكر كنا نحاول أن نعرف عن أسعار البطاقات صحيح ومثلا رأينا ارتفعت أسعار التذاكر للمباراة الأولى والمباراة الختمية ولكن المباراة الأخرى انخفضت الأسعار مقارنة بالنسخ السابقة من كأس العالم في روسيا وإفريقيا الجنوبية واليابان وغيرها وبالنسبة للمباراة الأخرى في دور المجموعات يمكن للمقيمين القطريين شراء تذكر مقابل 40 ريالا قطريا فقط أي 11 دولارا أمريكيا وهو سعر رخيص جدا وهو أرخف سعر بالنسبة للسكان المحليين منذ كأس العالم 1986 في المكسيك فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة 69 دولارا والثانية 165 دولارا والأولى 220 دولارا في دور المجموعات أما بالنسبة للأدوار الأخرى فهي كالأتي تذكر دور الثمن النهائي بين 100 دولار و275 دولار الدور ربع نهائي 205 دولارات و425 دولار الدور نصف النهائي بين 357 دولار و955 دولار هذه الأسعار هي بالنسبة لغير المقيمين في قطر بالنسبة للمقيمين في قطر هناك أسعار تفضلية لأصحاب الأرض للبلد المستذيف بيع التذكر بدأ يوم أمس ويستمر حتى الثامن من شهر فبراير القاعدة بسيطة جدا بإمكان الجميع التسجيل وشراء المباراة مثل ما يريدون وإن كان هناك عدد المشاهد أكبر من عدد المقاعد في مباراة فإنه سيتم الوجود للقرعة وليهم أن ولجنا إلى الموقع الفيفا يوم أمس أو غدا أو الأسبوع القادم سوف يتم منح البطاقات الدخول يعني بعد انتهاءة الفترة الأولى للبيع أي في 8 من فبراير القادم جميل وسيستمر البيع بكل تأكيد حتى شهر نوفمبر طبعا مع معرفة المنتخبات التي سوف تترشح هناك منتخبات ترشحة هناك منتخبات سوف تأخذ مباراة إضافية لتترشح فهناك المشاجعين المحلين كل فريق سوف يكون بسيطاتهم شراء التذكر لكأس العالم نعم أقبال وننتقل إلى موضوعنا الثاني وهو موضوع يعني يمكن ربطه أيضا مع الموضوع الرئيس لشبابيك اليوم يعني الأثرياء يزدادون ثراءا والفقراء يزدادون فقرا وأيضا عالم السيارات يبدو أنه لم ينجو من هذه المقولة يعني للأسف السيارات الفاخرة مع جائحة كورونا يعني تزداد مبيعاتها بينما سيارات أخرى يصيبها الشلل الاقتصاديا صحيح يعني أنه زد الأثرياء ثراءا فبالتالي سوف يشترون سيارات في أخيرة تتناسب حجم ثرويتهم وتقريبا كل علامة السيارات الفاخرة في العالم حققت مبيعات قياسية عام 2021 يعني تم الكشف عن أغلب الشركات وعن أرقام أغلب الشركات سوف نصريضها اتباعا شركة رويس رويس المملوكة لمجموعة بي أم دابليو الألمانية باعت أكثر من 5000 سيارة تتجاوز بذلك لعدد غير المسبوق الذي سجرته في العام 2019 وتهافت الزبانة الأثرياء على شراء سيارتي غوست أو أشبح الجديدة وكالينان رباعية الدفع التي يبلغ سعره عند مستوى 350 ألف دولار أمريكي كذلك سجرت شركة بنتلي ولمبورغيني الإيطالية المملوكة لمجموعة فوربزفاغن الإيطالية لبيعات قياسية يعني بنتلي باعت تقريبا 15 ألف سيارة فيما باعت لامبورغيني 8405 سيارة والفضل لسيارتي بنتايجا وأوروس رباعية الدفع ولتين تباعان بحوالي 200 ألف يورو للسيارة الواحدة على سعيد الفخامة المطلقة طبعا هناك شركة بيوغاتي الإيطالية أفضل عام على الإطلاق في تاريخ هذه الشركة حيث تم طلب 150 سيارة بسعر أساسي بحدود 3 مليون يورو أو 3.5 مليون دولار أمريكي للسيارة الواحدة شركة بي أم دابليو الألمانية سجرت من تريش قياسية مع بيع مليونين ومائتي ألف سيارة خصوصا في الصين وألويات المتحدة الأمريكية غريمتها مرسيدس بينز شهدت انخفاضا في مبيعاتها العالمية بنسبة 5% بسبب نقص الرقائق نعرف أزمة الرقائق التي يعيشها يعني على المصنع السيارات ولكن المبيعات من الطراز الرياضي AMG ومايباخ ارتفعت بشكل هائل وبالنسبة لبورش الألمانية سجرت كذلك أرقاما قياسية مع بيع أكثر من 300 ألف سيارة لسيما في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتجاوزت خيارة تايكون الكهربائية نظيرتها الأسطورية 911 مع تضعف مبيعاتها في عام واحد والاستمتاع بالرفاه لا يقتصر على السيارات فقط فقط تجاوزت مبيعات شركة ديوكاتي الإيطالي لتصنيع درجة نارية التي يبيع الدرجة نارية الواحدة بحوالي 20 ألف دولار تجاوزت مبيعاتها 60 ألف درجة نارية حول العالم عام 2021 رغم الإغليق رغم الحاجة الأقل للسيارات ولكن المبيعات زادت بنسبة لهؤلاء الأشخاص وهذه شركات كانت المستفيدة الأكبر من زيادة أصحاب الثروات ربما سافروا بالسيارة بسبب الأغلاق تحولت إلى نزهة ربما شكرا أقبل على هذين الموضوعين ونلتقي الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر